يا أهلا بيك عايزين حضرتك تعرفنا دلوقتي وتعرف سيدة المشاهدين عن رحلتك مع الغنى بدأت ازاي؟ والله أنا رحلتي بدأت مع الغنى صدفة كان عندي ست سنين وكنا زي أي بيت مصري كنا بنشغل القنوات اللي هي كان بتارد الأجاني وكنا عاديين كده أنا وإخواتي وبابايا ووالدتها الله يرحمها ففي أغنية شدتني وهي كانت أغنية سعد صغير أول ما طلع يعني أغنية اللي هي ما تفرحوش فيها كده فشدتني جدا كنا دايما بنشغل القنوة والأغنية كانت لسه يعني جديدة كانت بتتارد كتير يعني الأغنية حفظتها كان عندك كم سنة ساعتها؟ ست سنين فقلتهم اتفجأوا أن أنا يعني بغن أغنية الدندن بقى كده أغنية دندن أغنية الدندن وبقيت كمان يعني المرحلة تتطور من قلصوم دخلتها يعني جنيت ليها وحاجات يعني حاجات في سني يعني صعبة شوية لسه فاكر برضاك بعيد عنك برضاك أه دا مش صعبة شوية دا صعبة طيئة من خلالها والدي أصلا شغال فنان تشكيلي في هيئة قسور الثقافة كان بيبقى فينا دوات وحفلات كان دايما بيدعي مني وكان بينمي موهبتي وكان فيه دايما بيجي عندنا في القصر الثقافي الأستاذ حسن الموجي بن عم محمد الموجي يعني روحت له وتعرضت عليه وقال لي انت يعني ان شاء الله يبقى لك مستقبل والحمد لله يعني سادعني قولي يا علي بقى لما انت ابتديت تروح أصول الثقافة وابتديت ترمي موهبتك وانت صغير ايه اللي كنت وقتها محتاجه عشان تقدر تثقل هذه الموهبة يعني ما شاء الله احنا اسمانا حقيقة موهبة يعني خليني اقولك انا اتفاجئت صراحة بس عايزة عارف انت ايه بقى رحلتك كانت عاملة ازاي شكلها كان ايه والله رحلتي كانت عاملة زم انا قلت لحضارك وكده من خلالها يعني طبعا انشغلت بالدراسة عادت فترة كبيرة طبعا يعني بالدراسة من ابتدائي واعدادي ولما دخلت سنوية عامة طبعا رحلتي الفعلية ابتدت من الجمع يعني انا ومن انا صغير كان الفترة دي هواية بس ما كانتش يعني بنميها ما كانتش حاجة اساسية زي دلوقتي لما دخلت الجامعة كنت داخل المحاضرة بتاعت صدفة لقيت في نفس المدرج اللي انا باخد في المحاضرة صوت مزيكة وناس بتجني ووالدي كان معايا ساعتها الفترة دي كنت انا بمر بفترة صعبة وكنت يعني مكنتش هجاني تاني وخلاص قررت ان انا يعني الجنى ده انسا وخلاص يعني فبالصدفة زي ما بقول لحضراتكو كده لقيت الموسيقى شغالة والدي قال لي تخش وطلق مش هايزا تخل مش هجاني تاني خالص قال لي لأ هتخش وهو اصر اللي انا خش وفعلا لما دخلت سمعوا صوتي طبعا تفاجئوا وابتديت الرحلة من هنا اللي انا بقيت عضو في كرال كلية الاداب جامعة القايرة لا الاحتراف بقى انا عايز بقى الاحتراف احنا اتكلمنا كهواية وازاي كنا بنسمع وازاي كنا بندندن مراحل الاحتراف عشان توصل للصوت ده والتمكن والتحكم ده ازاي وصلتله والله من عند ربنا يعني ما كانش في دراسة لا مش دراسة خالص يعني كل دي موهبة سماعية فقط ويمكن ندوايات اللي كنت بتحضارها والفعايات اللي كنت تحضارها مع وعدنا بالضبط انا كنت بسمع كتير وكنت بسمع الوان مختلفة يعني مش قدين بس يعني مثلا كنت سعد بسمع شيرين احمد سعد متحد صالح بقى سلطان كل الوان يعني كل الوان كل الوان فمن خلالها ان انا ابتدى صوتي بالالوان المختلفة اللي انا كنت بسمحها صوتي ابتدى يبقى قوي شوية موسيقى